في مؤتمر صحفي جمع رئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجرية فيكتور اربان في العاصمة المجرية بودابست رحب خلالها رئيس وزراء المجر بالرئيس عبدالفتاح السيسي واعرب عن ثقة بلاده في قيادته لمصر التي يعتبرها دولة محورية ومؤثرة في محيطيها العربي والاقليمي أرحب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأؤكد أن لقاءنا هذا هو لقاء استثنائي في الوقت الذي ترأس فيه المجر تجمع الفشجراد وغدا سنجري محادثات بين دول التجمع ومصر بحضور رئيس السيسي نحن نستقبل ضيفا خاصا في بلادنا لأن مصر قامت بقيادة الرئيس السيسي بمحاولات لبناء استراتيجية وطنية مستقلة والمجريون لهم رؤية خاصة للعالم ونقدر رغبة الدول الأخرى لاستقلاليتها وحريتها وتحكم أيديهم بزمام الأمور والجدير بالذكر أن تاريخ المجر حافل بالصراع الدائم من أجل الحرية والاستقلال وعندما يأتينا رئيس من دولة يحاول بناء دولته معتمدا على هذه الأسس نعتبره ضيفا خاصا جدا أود أن أطلعكم عن حب واحترام الشعب المجري لكم وأهنئ مصر على خلق الاستقرار في اقتصادها وتبني سياسات خارجية مستقلة تعلمنا أن ما يحدث في المنطقة نشعر بنتائجه في بلادنا منذ العصور الوسطى فمصر جارة لنا وبلد مؤثر جدا في محيطيها العربي والإقليمي ولها تأثير مباشر مصلحة المجر لطالما أتت مع استقرار مصر ليس فقط عسكريا وأمنيا ولكن أيضا اقتصاديا والمجر ترى أن أوروبا يجب أن تسهم في تأمين ودعم استقرار الاقتصاد المصري وتجمع الفيشجراد سيسهم في ذلك أيضا وسنبرز أهمية المباحثات الدائمة بين أوروبا ومصر وتحقيق شراكة اقتصادية مصرية أوروبية بعيدة أمد وتستطيعون الاعتماد علينا في المستقبل وأود أن أذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة التي قمت بها قبل عامين للقاهرة واتفقنا خلالها على زيادة سبل التعاون بيننا في مختلف المجالات وهو ما يحدث بالفعل الآن وأؤكد أيضا دعمنا واحترامنا لجهود مصر في محاربتها ضد الإرهاب وأدعوكم إلى الثقة بنا دائما وأيضا نعرف أن صراع مصر مع الإرهاب هو شرط أساسي لتأمين الاستقرار في أوروبا ومصر تدافع عن المجاري وعن أوروبا بشكل عام ومن مصلحتنا ومصلحة العالم أن يكلل صراعكم ضد الإرهاب بالنجاح وغدا سنسعى خلال محادثات فيشجراد لمناقشة القضايا الأمنية وإطلاق مشروع تعاون مصري مجاري ومن جانبه ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة المجارية الداعمة للدولة المصرية عموما وخصوصا في محاربتها ضد الإرهاب وأكد سيادته أن الشعب المصري هو البطل الأول المحارب للإرهاب من ناحية ومن ناحية أخرى يسعى إلى تغيير واقعه من خلال تحمله للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي اتدخذت خلال الفترة الماضية أكد لك فخمت الرئيس أن الشعب المصري بيسعى إلى تغيير واقعه بجد والشعب المصري خلال السنوات القليلة الماضية وبإجراءات اقتصادية قاسية جدا وصعبة جدا كان يصعب على دول كتير وحتى على بلدنا أن هي تتحملها الشعب المصري بكل جدارة بكل احترام بكل ثقة تقبل هذه الإجراءات رغم قسوتها وعشان كده يمكن كان لابد أن أنا وأنتم تحدثتم عن الاستقرار أن جزء كبير من الاستقرار هي قناعة المصريين باهمية الاستقرار قناعة المصريين باهمية تحمل تكاليف الاستقرار سواء في مواجهة الإرهاب أو حتى في الإصلاح الاقتصادي نقطة الثالثة اللي قبل ما أكلم فيها هي خاصة بأشقاءنا المصريين إحنا في مصر ما بقناش نميز ومش مقبول أن إحنا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني وبالتالي حق المصريين كل المصريين الحماية والأمان والحرية والحقوق للكل وده أمر إحنا إنما بنعمله لا نستحق الشكر عليه لا لا نشكر على حماية أهلنا ما يعودون في مصر دول مصريين وإحنا مسؤولين عنه كجزء من الشعب المصري ككل فكان لابد إن أنا بس أعكد ديه لأن إحنا في مصر ما بنميز الآن وغير مقبول إحنا نقول مصري كذا ومصري كذا حتى أنا مش حادر أقولها في أساء الخطأ كان لابد إن أقول الثلاث نقاط دول السيدات والسادة إن العلاقات بين مصر والمجرى علاقات تاريخية وممتدة حيث نحتفل العام المقبل إن شاء الله بمرور تسعين عاما على تأسيس العلاقات البلوميسية بين البلدين وطالما كانت العلاقات السياسية بينهما راسخة وقوية توفر أساسا متينا للارتقاء بمضمع العلاقات الثنائية التي شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة أنني لعلى ثقة في أن التنسيق والتشاول المستمر مع السيد فيكتور أربان من شأنهما دفع الشراقة القيمة بين البلدين إلى أفاق أرحب لما فيه صالح دولتين وشعبين الصديقين لقد تناولت مع السيد أربان في مباحستنا اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي حيث نحضر معا مساء اليوم اجتماع منتد الأعمال المصري المجري الذي يتيح الفرصة لبحث سبل زيادة الاستثمارات المتبدلة وتنشيط التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في البلدين كما ناقشنا بعد القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامنا المشترك وذلك استمرارا لما تناولته مباحستنا خلال لقاءاتنا في العامين الماضيين حيث نمجت حرصا متبادلا على استمرار وتفعيل التنسيق بين البلدين أخذ في الاعتبار المكانة الهامة التي تحتلها المغر والدور البارز الذي تقوم به داخل الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار أود أن أرى أن تقدرنا للموقف المتوازن للمجر إزاء التطورات في مصر وأملونا في أن ينعكس ذلك على مواقف الاتحاد الأوروبي بما يحقق فهما أكبر لحقيقة التحديات الاقتصادية والتنموية في مصر السيدات والسادة لقد نقشت اليوم مع السيد رئيس الوزراء سجل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظهارة الإرهاب المتنامية وأكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها كما عرضت الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد كل دول العالم بما في ذلك ضرورة تعامل مع الجهات والدول الداعمة والمساندة للإرهاب والمنظمات الإرهابية وتتركنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها بما يدع حدا لمعاناة الأبرياء الذين يتعرضون للتشريد جراء الحروب في منطقة الشرق الأوسط وسهب التعزيز التعاون بين البلدين في هذا الإطار وأوضحت لسيد أوربن العب الذي يقع على كهل مصر في هذا الملف فيما يتعلق بتأمين حدودنا البحرين أو بمساعينا لتأمين حياة كريمة لون اضطرتهم الأوضاع في المنطقة إلى القدوم إلى مصر والاستقرار بها واتصالنا بذلك فقد تبادلنا الرؤى حول آخر التطورات في المنطقة خاصة الأزمات في سوريا وليبيا والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها واتفقنا على ضرورة بز المجتمع الدولي لمزيد من الجهور ليوضع حد لتلك السراعات كما تم التشاور حول سوق الدفع عملية السلام في الشرق الأوسط بمحقق تسوية دائمة وعادلة استنادا إلى القرارات وبرجعات الدولية ذات الصلة بما يدمن تحقيق حل دولتين وأخيرا فإنني أؤكد مرة أخرى على علاقات الصداقة الخاصة التي تربط بين الحكومتين والشعبين في مصر والمجر وعلى أهمية موصلة الحوار والتشاور بين البلدين على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة لا شك أن الحفاظ على نورية ناقار الاجتماعات بيننا من شأنه المساهمة في تحقيق ما نطمح إليه من ارتقاء في علاقتنا وتوفير ألية متابعة لما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون تحقق مصالح الشعبين الصديقين قبل ما اختب كلمتي اسمحوني أن أنا أوجه كل التحية وكل التقدير لفخامة الرئيس وأوجه كل التحية والتقدير للشعب المجري الصديق وأشكره وأشكر فخامة الرئيس اللي أنا بقى أكن له تقدير واحترام خاص على المستوى الشخصي ومش عايز أقول أن أنا مش عارف مسموح لأن أقول كده ولا أن أنا ساعد بقول أن الشعب المجري محظوظ بفخامة الرئيس شكرا جزيلا شكرا جزيلا